صحيح في هذا المكان وفي ندوة صحفية سابقة تكلمت على قرب الإعلان عن حلول جديدة ومبتكرة لملف أطر الأكاديمية وعطيت الأجل وقلت سيكون نهاية الشهر لأنه كان تصورات كلها والتوجهات كانت تسير في هذا الاتجاه لكن حينما ظهرت قضايا أخرى مرتبطة بهذا الموضوع هذا اللي استغرقنا فيه واحد مدة طويلة ديال النقاش والتفاعل مع المجتمع وكذا بقينا شي شوية ما مسرعناش المراحل ديال الحوار لأن هذا موضوع يرتبط بحوار مع النقبات وعم جمعة من القطاعات المعنية بهذا الملف لأن هذه الحكومة لا تدبر الشؤون وحدها في جزيرة منعزلة لا نحن نستمع نتحاور نحن كنا كنا نتوقع بأنه سنكون وجدين في نهاية الشهر بما أنه الحوار يحتاج إلى مزيد من الوقت فهذه الحكومة وسيد رئيس الحكومة عبر عن ذلك بأنه ربما يأخذ بعض الأسابيع أو لبعض الشهر لكن الأساسي ومهم وغيرا نستطر عليه بشكل واضح هو أن الحكومة لها نية لكي تصلح هذا الملف ولكي يكون الحوار متمرا لأنه الإصلاح كيفما كان نوعه إذا لم يكن إصلاح يتملكه الجميع وخاصة الأستاذ المدرس اللي هو قطب الراحة ديال العملية كلها وانتم بلاش كتبعتوا هالتقارير اللي تكلم عليها الآخ من قناة العربي إلى قريتي هالتقارير وأنا متأكد بأنها تتقاطع في شكل كبير أولا على مستوى التشخيص ننطلق من تشخيص واحد على مستوى التصور هذا الآن سوف يظهر عبر إجراءات كثيرة لكن المدرسة العمومية وقطع الصحة والشغل هذه أولويات سوف تصلحها الحكومة كيفما كانت كلفتها ترجمة نانسي قنقر